طيب يعني ايه ممكن ننقل سؤال تاني من دكتور احمد عبد المنعم وهو ان ده دايما يعني الاشكالية الكبرى في مسألة اصوات كتير بترتفع احنا لازم نعمل ختمات كتير جدا فاحنا من انصار ان انت تعمل عشر ختمات ماشي او عشرين ختمة او لو انت ختمت ختمة واحدة تحس ان انت كده يعني مكسوف يعني انت في الجوز الكامل النهاردة والحاجات الساعة الزمن دي فنختم كتير ولا يقولك لا مش لازم ان انت تختم لكن المهم ان انت تفهم فهل لازم ان انا اقرأ بالتفسير يقولك لا انت برضو محتاج ان انت تتدبر وعلى فكرة ممكن برضو انت ترجع لحفظ بتاعك وعلى فكرة انت ممكن تسمع مثلا دروس في تفسير طقوق يعني بتلاقي في مشاريع قرآنية كتير جدا في رمضان فايب واحد في النص وقف محتروس وقال ده بيتكرر كتير اعمل ايه اتعمل مع قرآن ازاي طيب هو اظن احنا كنا اشارنا قبل كده لمسألة تنوع الخطاب بيعمل فعلا المشكلة دي وقلنا ان المشكلة مش لازم تكون ان في مشكلة في الخطاب الله سبحانه وتعالى خلق الناس طرائق قدابة واللي يصلح لفلان مش لازم يصلح لفلان وممكن فلان بيجد نفسه ويستطيع ان هو يكثر من الختمات وفلان لا يستطيع ذلك قبل ما اجاوب على السؤال يعني ممكن اقول شوية التفسيرات لكن قبل ما اجاوب على السؤال اللي انا عايز اقوله اعمل حاجة يعني اخطر حاجة شفتها ان يوم واحد يقول انا هاختم كتير ييجي بعد اربع خمسة ايام يقابل واحد صاحبه في المسجد صاحب يقول له سبحان الله النهاردة كنت عايش مع معنا جميل اوي في صورة البقرة وانا بقرأ في تفسير كذا يقوله انت بتقرأ تفسير ايه اتأ�� مان صاحبه المان مش هقولك اغلب يعني اغلب بعد كده يحس يقول ايهPress انا مش عايش انا اختمتو بس انا مش عايش انا هرجع اجيب تفسير وعقرأه ايجي اقرأ في تفسير وبدأ ايجي اه هيرprising up مع التفسير يقابل واحد صاحبه يقول له انت في الختمه كام انا النهاردة في الختمة السابعة يد في ابدأ قاعد شاغل باله لهو قرأ القرآن ولا قرأ تفسير ولا عمل اي حاجة لانه قاعد بيتمطط ما استقرش على حاجة معنا فاللي انا عايز اقوله قبل ما ابدأ اجاوب اي حاجة هتعمل لك ويسا اختار حاجة واحدة واعملها للاخر بلاش التنطيط بلاش شوية تقرأ تفسير وشوية تقول لا انا هقرأ بترسل مش مهم نختم هقرأ بالراحة مش هتقول لا انا اقرأ بسرعة في اخر اللي عملت لا ده ولا ده ولا ده ودي حالة شيطانية متكررة روح تشافة كتير مع نفسه ومع غيره ان بعدهم تستقرر على حاجة تعملها شيطان يضغط لك اختيارك ويحلي ويزين في عينك اختيار الاخرين فتختار اختيار الاخرين فشيطان الخطة نجحت اول مرة فطبيعي جدا انها تنجح معك انا مرة انت لقطة بين نسباله انت من هو اللي احب التغيير فانت زبون كويس جدا يعني فالاجابة الاساسية قبل ما نتكلم في اي حاجة اعمل حاجة واحدة فقط واستمر عليه ان شاء الله ربنا يبلغك رمضان الجاي عندك طول السنة اعمل فيها اللي انت عايزه لكن اعمل حاجة واحدة رقم اثنين الانسان مش هيتحول في رمضان يعني هو مش 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 هيخلع اقلام مش هيبقى واحد يعني مش هيتحول في رمضان هو طبيعي عارف نفسه يعني انا ممكن ابن جرير ايه مش هيتحول اه هو مش فعلا مش هيبقى ابن كثير هو مش هيتحول هو فاهم نفسه كويس قبل كده عارف احتمالية انه يقرأ كتير وعارف امتى بيقرأ كذا انا مش هاجل اول مرة في رمضان زي ما انت بتغيير كنت بتذكر مثال من شوية واقول انا هقرأ هختم الطبري في رمضان لا يعني يعني براحة شوي يعني براحش او مثلا ايه انا اللي بينصحني اقوله اللي بستنصحني بقوله اختار تفسير مغسر ابدأ بحاجة زي كده انت انت بتختار حسب مرحلتك يعني لو افترضنا انك هتختار تفسير مثلا انا قرأت حاجة الاب لكده طب انا هقدر اعمل ده طب انا عندي وقت يعني يجي واحد يسألك سؤال او اهو ممكن اظن ممكن اتعرض ليه سؤال ايه عندي مشاغل وعندي كذا وعندي كزا ومش لايه وقت بعدين السؤال اللي بعدو على طول طب لو انا حبيت اقرأ ابني كثير كله في رمضان يا ابن انت انت بتسألة مهو خلاص طبا انت لسه بتقول ما عندكش وقت يعني انت عايس يبقى عارف ظروفه عارف طبيعته هو قبل رمضان يعني الاجابة رقم واحد يعمل حاجة واحدة بس رقم اتنين انت عارف نفسك بلاش تحاول تكتشف نفسك في شهر رمضان مش وقته يعني انت عارف ان انت اصلا ما شاء الله قبل رمضان بتحب القراءة السريعة انا بتقف اتصال اللي بتحب تجيب يعني اجزاء اكتر في وردك بتحب تقرأ اسرع فطبيعي انك في رمضان هتعمل ده في واحد لأ طبيعته انه بيحب يبقى جنبه معاني كلمات بيحب يبص على الهامش لأول مرة عايز يجرب المضانة مفيش مشكلة بلاش يبتدئ تجربة صعبة تفسير المنسر تفسير بلاش تقفز بلاش حتى الساعدي اللي ما قرأش حتى اللي على الهامش وبعدين اللي بيسألني عايز اقرأ تفسير اقول له مفيش مشكلة يقول لي اعيش مع صورة واحدة صور رمضان ولا اقرأ تفسير اقول له برحتك بس المهم ايه اتخلص اعمل حاجة واحدة اه يعني اقرأ مجالس القرآن سورة البقرة ممكن يبقى الكلام علي شوية معليش اقرأ مجالس القرآن سورة البقرة في ايدا الانصاري طول الشهر ولا اقرأ تفسير الساعدي طول الشهر بسرعة اللي تقدر تعمله وعمله واختار حاجة واحدة لا ده حرام ولا ده حرام لا ده وحش ولا ده وحش وفي كل خير لكن تطلع من رمضان عملت حاجة يا قرأت القرآن كتير يا عشت مع صورة يا مسك تفسير خلصته حسب امكانياتك وحسب وقتك احنا اصلا داخلين زي ما انتم عارفين ظروف امتحانات وطلبة واحد اصلا عارف ان وقته ضيق بلاش يطلب حاجة لا يستطيعها طيب شوكنا يعني ايه بس عشان انت كده هندخل في السؤال التاني وده مهم فاخلينا ايه في نفس الوقت طيب اذا اللي انا عايز اقوله رقم واحد اعمل حاجة واحدة بس رقم اثنين انت عارف نفسك بلاش تحاول تكتشف نفسك في رمضان رقم تلاتة واخر حاجة اختار خطة نسبك